أهلا وسهلا فيكم جميعا في فيديو جديد اليوم إن شاء الله راح نحكي عن موقع AI Marketing اللي انتشر بصورة كبيرة الفترة الأخيرة راح ننضح في نهاية هذا الفيديو إذا الموقع هذا بيتبع لمواقع النصب والإحتيال اللي انتشرت كثير جدا خلال الفترة الأخيرة أول شغلة شو هو موقع AI Marketing موقع يدعي إنه بيقدم لك أرباح من خلال روبوت بيقوم بعمل حملات إعلانية وبيسوق لمنتجات ومن خلال الكاشباك بيربحك جزء من سعر المبيع تبع المنتج هذا طيب شو هو الكاشباك أصلا الكاشباك هو باختصار أنه أنت تشتري المنتج وتحصل على مبلغ من الجزء اللي دفعته سعر للمنتج مثلا دفعت لمنتج 100 دولار ممكن أخذ 5 دولار كاشباك أو أموال مرجعة على شراء إلى المنتج هذا فالموقع شو اللي بيدعي إنه مشترك مع أكثر من ألفين متجر وفيه روبوت روبوت هذا ذكي جدا لدرجة أنه بياخد فلوسك اللي انت بتحطهم في الموقع وبيعمل لك حملات إعلانية على منصات زي فيسبوك، تويتر، جوجل أدز، كل المنصات الإعلانية وبيجيب لك أرباح يعني بيظهر المنتجات تبعت لألفين متجر اللي هو متعاقد محهم للناس والناس بيشتريه من خلال روابط هذا اللي انت مولت حملاته الإعلانية عشان تربح فلوس طيب هل الموضوع منطقي؟ صدقا أنا اشتغلت في مجال التسويق موضوع أنك تسويق لمنتجات باستخدام منصات التواصل الاجتماعي أو أي منصة إعلانية موضوع بيحتمل الصواب والخطأ يعني أنت بتيجي بتسويق ممكن تدفع 100 دولار عشان تعلن عن منتج واحد عشان تحصل على مبيعات وتحصل على عمولة من خلال التسويق بالعمولة أو تسويق للكاشباك وممكن ما تبيع ولا مبيعة وتخسر 100 دولار كاملة فوجود روبوت بتضمن لك 100% أنك تربح هذا الإشي مستحيل في الجانب التسويقي يعني كل حملة إعلانية ممكن تنجح وممكن تفشل في حملات بتنجح فبنحط فيها فلوس أكتر عشان نعظم الأرباح تبعتنا في حملات بتفشل فبنعملها إيقاف عشان نقلل الخسائر تبعتنا فكيف الروبوت هذا بيحقق لك بصورة دائمة أرباح؟ تترى روحنا بين 5% إلى 50% وأحيانا 70% وكيف بيقسم الأرباح تبع الكاشباك التي هي أصلا قليلة بينك وبين الموقع AI ماركتنج هذه أول نقطة لازم أنت تفكر فيها الآن لو رحت بحث أنت عن التسويق بالعمولة أو بحث عن التسويق والكاشباك لمواقع كثير راح تجد أن هذا بزنس فعلا قائم وفي كاشباك وناس كثير بتربح من خلاله لكن ما حد بيوعدك بربح مضمون زي ما موقع AI ماركتنج بيوعدك مجرد أنه أنت تحط 100 دولار وتسيب الروبوت أو الشخص اللي هما بيدعوه أو خلينا نحكي الذكاء الاصطناع اللي هما بيدعوه أنه بيشتغل يسوق لك لهذه المنتجات ويجيب لك أرباح وانت نايم هذا الموضوع مش واقعي عشان نكون نحن واضحين والسبب انتشار الموقع هذا بالسرعة الكبيرة هاي أنه بيجيب فلوس للناس وفعلا في ناس قبرت منه طب الآن شخص هيجي يحكي طب ما في ناس فعلا أخذت أرباح منه هل هذا بيعني أنه الموقع صادق؟ أكيد لا معظم المواقع اللي نصبت نصبات كبيرة كانت تعطي للمستخدمين تبعونها أرباح في البداية عشان المستخدمين هدول يجيبوا مستخدمين تانيين ويشتركوا من خلالهم وبرضو في النهاية سكر الموقع كاملا وأخذ فلوس الناس كلها الآن النقطة تماما نوضحها اللي هي النظام القائم عليه الموقع ككل لو الموقع فعلا الروبوت لهم بيحاقق أرباح حائلة جدا 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 ليش ممكن يلزمهم فلوسك أنت وأنا عشان يعملوا حملات إعلانية؟ ليش ما هم يحطوا فلوس أو يعملوا استثمار يحاول الشركة لأسهم وياخدوا فلوس من المستثمرين ويحطوها للروبوت يعمل العمليات هاي فيها ويربح من خلالها نقطة برضو أحب أوضحها أن المنتجات اللي هم بيدعوا أنه انت الروبوت بيسوق لها من خلال فلوسك وبيعمل حملات إعلانية لازم تكون فاهم أن المنتجات هاي مش كلها حلال فشو حل اليوتيوب برضو والناس اللي بتسوق للموقع هذا؟ بيحكي لك طول ما هي مش كلها حلال انت تشوف شو الحرام منها وطلع يعني الخمور والأمور هاي وطلع جزء منه لله لله طب هل هذا منطق؟ أكيد مش منطق نقطة ثانية حاب برضو أوضحها عشان أنت تكون على يقين تام فش أي موقع أو أي شغل أونلين أو على أرض الواقع بيضمن لك ربح 100 فلبيا يعني خلين نحكي أنا اجي تحكيت لك هات 100 دولار و 100 فلبيا حرجع لك 50 فلبيا أو 50 دولار كل شهر بعد هيك أنا فعليا بكون بضحك عليه وبضحك على حالي لأنه أنا أي بزنس دفوت فيه مش هكون ضامن 100% أنه هيحقق أرباح وممكن نحقق خسائر فبالتالي الشراكة بتكون عبدأ الربح والخسارة وجود روبوت وجود موقع بيحكي لك أنه أنا 100% هحقق أرباح ومش هتخسر فلوسك هذا بحد ذاته بيفرجيك أنه الموقع هذا عليه شبهات طب هالموقع تم التأكد من كونه مصاب ولا لا صدقا حتى الآن ما تم التأكد شو نصيحتي في المرحلة هاي نصيحتي بسيطة جدا إذا أنت حابت تستثمر فيه من باب أنه يجيب عن جد فلوس وناس قبضت منه استثمر فيه بس استثمر مبالغ بسيطة أو مبالغ كبيرة كتير ليش؟ لو استثمرت مثلا 100 ألف دولار في الموقع هذا أو 10 ألف دولار أو ألف دولار راح يطلع لك أرباح بس هو اللي عامل موقع ذكي بحيث أنك ما تتمكن من سحب الأرباح ما بين فترة أسبوع لشهرين أحيانا تمتد عشان هو لما بدي ينصه بالنصبه تبعته لازم يكون فيه عنده في الرصيد أرباح كبيرة والأرباح هي مش راح تتحقق إذا أنت تتمكنت من سحب أرباحك كل يوم عشان هيك دايما هتجد أنه فيه فترة لسحب الأرباح الموقع هذا هو اللي بيختارها هاي نقطة فأنت لو رحت أو دعت فيه مثلا في بداية الموقع ليسا الموقع حاليا ما انتشر لدرجة أنه هنحكي يسكر اليوم أو بكرة ممكن لو ودعت في 1000 دولار أو 2000 دولار أو 5000 دولار يرجع لك إياهم وهذا الموقع طبعا هيرجع لك إياهم بعدها هتصبح تتحقق أرباح منهم الشطار هو إنك تسحب الأرباح والرصيد تبعك قبل ما الموقع يسكر هاي طبعا نصيحتي من جانب استثماري إلا أنه أنا هذا الموقع بعتبره من مواقع أنا إنه بيعطي أرباح إنه هو هاد الموقع صادق هذه نقطة مهمة جدا لازم تفهموها كل نصابين في بداياتهم بيعطوك أرباح لكن يوم ما بدي ينصب بسكر جوهله أو بسكر موقعه وبيختفي فإذا بدك تستثمر استثمر في فلوس أنت مش خايف عليها أو استثمر بمبلة كبيرة بحيث أنك تحقق عائد فترة قليلة جدا قبل ما الموقع يسكر لا سمح الله لو كان لك فلوس فيه ومرة ثانية أي حد بيوعدك بربح مضمون ما تسمع له أي حد بيحكي لك حاطيك نسبة ثابتة أرباح شهريا يعرف إنه فيه شبهات في الموضوح هذا أي حد بيحكي لك هخلي روبوت يعمل لك حملات إعلانية 100% حتربح برضو هذا الحكي حكي فاضي وإلا ما كانت حيكون فيه مسوقين أصلا في العالم عالم التسويق عالم واسع جدا وأنا عن تجرب أحكي لكم الحملات الإعلانية 50% بتنجح 50% بتخسر فمش معنى وجود روبوت إنه الحملات الإعلانية هتربح 100% زي ما الموقع أهالة بيوعدكم تمام؟ تمام تكون صورة وضحة برجع بأكد استثمر بنظام أضرب وهرب يعني استثمر اسحب راس مالك سيب الأرباح هي التي تشتغل اسحب أول بأول كل ما يصح لك مبلغ وهيكا بتضمن حالك أو ما تستثمر أصلا لأنه الموقع عليه شبهات تعطيكم العافية كان معكم أشرف المدون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة